نواب الوفد تحت قبة البرلمان يمكن حزب الوفد من الاحزاب القديمة جدا والليها باعة كبير جدا في الحياة الحزبية والنيابية في مصر حزب الوفد افرز عدد كبير جدا من النواب اللي حفروا اسمهم بحروف ممور في سجلات البرلمان المصري على مدار عقود طويلة جدا بس احنا فين دلوقت دا سؤال مهم جدا بطلب مهم جدا للجماعية العمومية ولأعضاء الوفد كلهم يعرفوا الوفد فين ونواب الوفد فين و اداءهم عامل ازاي و يا طرق ايه معايير اختيار النواب في المرحلة القادمة دا امر مهم جدا فحنا هنتكلم على خطوط عريضة كده لأداء نواب الوفد تحت قبة البرلمان مبدايا يعني ايه نائب النائب هو شخص بينوب عن الشعب بينوب عن المواطنين فينقطتين مهمين جدا الرقابة والتشريع ويمكن حبدأ بنقطة التشريع التشريع يعني نائب عنده خلفية قانونية دستورية وتشريعية مهمة جدا عنده المام الثقافة العامة والاحداث الكارية وده مش معناه اطلاقا ان النائب يكون خريج ليه كلية معينة او معه مؤهل معين او حتى يكون معه مؤهل جامعي بقدر ما يكون عنده قابلية للتطور والتعلم وده اللي بيفصر ظاهرة ان ممكن يكون عندي بعض نواب البرلمان بيقدوا دورهم داخل البرلمان وبيتعلم وبيدرس بينتسب لاحد الكليات او الجامعات بيعمل دبلومة معينة بيحضر رسالة معينة عشان يستزيد علشان يبقى ملم اكتر بالنواحة الثقافية والقانونية والدستورية والتشريعية وده امر مطلوب جدا ومش عيب اطلاق بل بالعكس ده امر مرغوب جدا بالنسبة للنقطة الرقابية طبعا فيه اجماع كبير جدا داخل المجتمع المصري ان فيه تراجع كبير جدا لاداء البرلمان المصري الرقابي ويمكن انا بعز ده لان فيه قطاع كبير جدا من اعضاء البرلمان سواء يعني في كل الاحزاب يعني مش في الوافد بس داخل الوافد وخارج الوافد في كل التارات السياسية قطاع كبير جدا من اعضاء البرلمان وصلوا لمقعد البرلمان مش لان هو عنده شعبية جارفة او بيتمتع بقدرات تشريعية ورقابية مهولة ده هو وصل على قد ما انفق عشان يصل الى هذا الكورسي وده اللي فيه ما بعد بيحجم اداءه الرقابي ما هو واحد عنده فلوس داخل البرلمان عشان يحمي مصالحه اللي بره فمش هيخش بقى ينتقد في الحكومة ويقدم طلبات احاطة واستجوابات لا هيتكتف رقابيا البرلمان كله متكتف رقابيا بسبب الحتة دي قطاع كبير جدا من نواب البرلمان ووصلوا مش علشان هم عندهم الشعبية مش علشان هم عندهم القدرات التشريعية ورقابية بقدر ما هم انفقوا للوصول لهذا المقعد والوافد طبعا موجود فيه عدد كبير جدا من النواب وصلوا بهذه الطريقة طيب نواب الوافد حاليا فين؟ ولو حبيت اصنفهم او اصنف اداءهم؟ حال الوافد كحال بقية الاحزاب والطنات السلسية في البرلمان حلق ان احنا عندنا نواب بصراحة عندهم من الخلفية القانونية والدستورية والتشريعية الكثير الناس الواحد بيشوفهم بيتعلم وانا قابلت ناس منهم وتكلمت معهم وبتابعهم في التلفزيون والبرامج لا ناس يتقلدوا بعض المناصب طبعا اللي هي بتناسب قدراتهم وخبراتهم عندنا ناس محترمة جدا ولكن يعدوا على اصابع لهم عندنا نواب خدمات حالنا حال بقية الاحزاب والطايرات ونائب الخدمات هو نائب بيحاول يكون متوجد بشكل مستمر في الدائرة بتاعته ويتلقى شكاوى المواطنين ويحاول قدر المستطاع يحلها طبعا هو مش دور النائب اطلاقا انه يكون نائب خدمات ولكن هو بيعمل اللي في ايده وده موجود وموجودين في الوافد والاسماء معه الدور الرقابي او النائب بقى اللي هو ليه دور رقابي لا ده متراجع جدا في كل حد عندنا في الوافد هنا الموضوع متراجع بشكل كبير جدا نواب الوافد مشتقنسين جدا تحت كبة البرلمان عندنا اسماء مستغرب يعني كان لها دور مهم جدا قديما وكان بتقدم استجاوبات وطلبات احاطة بتهز الدنيا ولكن فيه تراجع غريب جدا للدور الرقابي لنواب الوافد تحديدا بالمقارنة باداء سابق وفيه عندنا بقى نواب الوافد وهو يعني نائب لا ليه دور تشريعي ولا ليه دور رقابي ولا هو حتى نائب خدمات هو نائب مصلحته نائب عن مصلحته داخل الوافد عشان يمر لكورسي البرلمان عشان يحمي مصالحه وطلبة والاسماء معروفة طب هنعمل ايه فترة القادمة ندخلين على استحقاقات مهمة جدا لمجلس النواب عندي نصيحة قصيرة جدا لقادة الوافد الفترة القادمة يا جماعة يجب اختيار اعضاء البرلمان او الناس اللي هنصدرهم للمشهد لازم الناس اللي يتمتعوا بحاجتين جرأة على الرقابة وقدرة على التشريع بس ونصحت الاعضاء ونواب البرلمان الوافديين حاليا يا جماعة لو سمحتم اعيدوا النظر في هيئة مكاتبكم ضموا حواليكم الناس اللي هي تكون صورة كويسة لكم وتعرف تتكلم باسمكم كويس قدام الناس الى عن يحين وقت اللي احنا نتكلم بالاسماء لان الموضوع مهم وبيهم اخطاع كبير جدا من الجامعة الاممية لحزب الوافد وعضاء حزب الوافد والمجتمع بشكل عام هيحين وقت اللي احنا نتكلم بالاسماء ولكن يعني في وقته الى ان حين هذا الوقت خالص تحياتي وتقديري للجميع جاهز للمناقشة في اي وقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته